انا مجد في درس جديد من دروس ونلاين انا احمد ابو زيد وان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الروابط او اللينكينج ووردز although, though, even though, despite, in spite of هم دول اللي ان شاء الله هنتكلم عنهم النهاردة دول طبعا مش كل الروابط اللي في اللغة الانجليزية في روابط كتيرة جدا ولكن هنبدأ بدول يعني دول هنوضح عليهم الفكرة والاستخدامات وليحنا لازم نستخدم الكلام ده وبعد كده الحاجات الباقية بتطبق عليهم نفس القاعدة وان شاء الله ممكن نعمل لهم فيديوهات تانية اول حاجة بنستخدمهم في ايه او استخداماتهم تاني حاجة احنا ليه لازم نعرفهم اصلا او ليه لازم نستخدمهم تالت حاجة امثلة والفروقات ما بين although و despite فاول حاجة الاستخدام بنستخدمهم في ايه بنستخدمهم عشان نربط جملتين ببعض يعني مسموم الروابط بيربطهم جملتين ببعض يعني ايه برضو هقولك مثال عندنا كلمة because كلنا عارفينها ومشهورة جدا يعني ليه لأن لو عندنا جملتين اول جملة he is fat والجملة الثانية he eats a lot of fast food لو عايزين دول جملتين مستقلين بذاتهم يعني كل جملة الوحدة لو عايزين ندمج الاتنين دول مع بعض علشان يطلعو لنا جملة واحدة نستخدم because يعني he is fat because he eats a lot of fast food هو تخين لأنه بيأكل fast food كتير فبقاز هنا رابطت الجملتين ببعض لأن في واحد في سبب وفي نتيجة كذلك برضو الروابط بتاعت النهاردة بتربط جملتين مع بعض ولكن العلاقة ما بين الجملتين دول بتبقى مختلفة شوي يعني هي مش علاقة سبب ونتيجة زي because مثلا ولكن هي علاقة تضارب أو علاقة اختلاف بمعنى لو عندنا جملة مثلا he is young هو صغير في السن he is wise يعني هو حكيم دايما الحكمة مرتبطة بالسن الكبير أو بكبر السن يعني فالجملتين دول متضربين مع بعض يعني حاجة حيث ان هي positive and negative مش مش حاجتين متمشين مع بعض يعني فبنستخدم although على فكرة كل الحاجات دي معناهم بالرغم من أو على الرغم من اللي هي although although even though despite and in spite of ترجمتهم كلهم بالرغم من أو على الرغم من فمثال although he is young, he is wise يعني على الرغم من انه صغير في السن هو حكيم لو لاحظت على الرغم من انه هو صغير في السن دي جملة الجملة التانية تختلف تماما عن النتيجة الطبيعية أو المنطقية للجملة الأولى يعني he is young معناها انه هو متهور معناها انه هو بياخد قرارات بسرعة معناها انه هو مش حكيم ولكن لما تقول على الرغم من انه صغير في السن المنتظر في الجملة التانية هي حاجة لا تتماشى مع صغر السن ده يعني انا بستفيد شوية في الشرح ولكن الموضوع ابسط مما تتخيل مجرد ما تعتاده هتلاقي ان الموضوع ماشي معك بثلاثة خالصة يبا احنا عارفنا ان احنا بنستخدم الروابط بتاع النهاردة علشان نربط جملتين متضربين مع بعض although he is young he is wise أو مثلا even though he is very old he is strong يعني بالرغم من انه هو كبير في السن المتوقع يعني كبر السن ده مرتبط بايه؟ مرتبط به الضعف والوهن وانه هو بيمشي على عكاز مثلا او الكلام ده عندنا في الجملة التانية حاجة ضد الكلام ده تماما هي is strong يعني بالرغم من انه هو كبير في السن هو قوي فالحاجتين دول يعني بالرغم انه هو كبير في السن الا عكسها او ايه الحاجة اللي غير متوقع انه هو قوي even though he is very old he is strong الحاجة التانية ليه احنا بنستخدمهم يعني احنا بنستخدم الروابط دول في ايه؟ هما بيبقوا مفيدين جدا في كتابة الparagraphs والإيسايز لو انت في الثانوية عامة فهم مقررين عليك لو انت عايز تخش امتحان الطوفل فهم هيفيدك جدا انك تكون عندك معرفة بالحاجات ديت لو انت بتدي البرزنتيشن مثلا بالانجليش فدول من الحاجات اللي هتساعدك جدا جدا ان تخلي الجمل بتاعتك فيها سلاسة وان ان انت تحوز على انتباه الجمهور لان مثلا لما تقول although بعدين تقول جملة فالناس اللي بتسمعك متوقع بقى حاجة حاجة مثيرة للانتباه بعد الجملة دي يعني مثلا لما تقول he is very old he is strong جملتين مفككين مالهمش علاقة ببعض لكن لما تقول although he is very old الناس متوقعين بقى حاجة غريبة في الجملة الثانية he is strong في جملة واحدة although he is very old he is strong فمفيد جدا انك تعرف الروابط لانهم يضيفوا لكلامك نوع من الحاجة الثالثة والاخيرة اللي نتكلم عنها النهاردة هي الفروقات ما بينهم وشوية امثلة احنا عندنا هنقسمهم كده نقول though though even though دول على جنب وبعدين spite و in spite of دول على جنب طب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الفرق من الاثنين سهل جدا وبسيط وهيوضح بالامثلة ولكن هنقوله مقدمة although though even though زي بعض بالضبط اللي بيجي بعضهم جملة يعني اللي بيجي بعضهم جملة اللي بيجي بعضهم مثلا تلاقي فاعل وفاعل يعني قلنا although he is very old يعني he is في فاعل وفي فاعل أوكي يعني مثلا لو قلنا although he is rich he is not happy فاللي جي بعد قل هو هنا ايه فاعل اللي هو he وبعدها is اللي هو الفعل ففيه جملة جيت بعد الظو واللي بيسري على الظو بيسري على ذو و بيسري على إيفن ظو تمام؟ يبقى الظو وظو وإيفن ظو اللي بيجي بعدهم جملة طيب despite و in spite of اللي بيجي بعدهم ايه؟ اللي بيجي بعدهم يأمى noun يأمى geron اللي هو الورب زائد ing يعني احنا بنا دايما يقولنا على لها عندنا ving يبقى النون أو ving الورب زائد ing غريبة شوية ولكن هتتعود عليه يعني وبعد فترة من كتر الاستخدام هتلاقي ان الموضوع بقى بديهي مش محتاج ان انت تفكر فيه حتى فما تقول despite فاللي بيجي بعدها على طول noun أو ving مثال المثال بتاعنا although he is rich he is not happy ده المثال بتاعنا طيب لو نستخدم despite هم لها نفس المعنى على فكرة يعني بالرغم بالرغم من طيب despite الجملة الاولانية اللي هي he is rich عايزين noun يعني على الرغم من انه هو غني يبقى بالرغم من غناه لو هنجيب noun بدل الجملة دي غناه ليه riches يبقى despite his riches he is not happy معناها بالرغم من غناه اللي هو riches اللي هو غنى his riches غناه بالرغم من غناه هو مش سعيد طيب هو احنا ينفع نستخدم حالة الverb زائد ing هنا اه ينفع هنقول ممكن نستخدم in spite of in spite of being rich he is not happy in spite of being rich he is not happy لها نفس المعنى بالظبط بالرغم من غناه او بالرغم من كونه غني هو مش سعيد حتى انك تجيب النون او الverb زائد ing يعني هي ممكن تكون صعبة شوية في الاول او غريبة عليك لكن لو ترجمت الجملة ولو انت فاهم الجملة كويس هتقدر تجيب النون او الverb زائد ing بمعنى بالرغم من اللي بيجي بعضهم جملة عادية جدا في اي حاجة ولكن اللي بيختلف في حالة despite او in spite of ان اللي بيجي بعضهم ياما noun ياما verbs بمعنى النون برده هنقول بقى شوية امثلة مع بعض نحاول نتمرن عليهم كده فاول مثال معنا علي has a lot of friends علي is lonely يعني عندنا جملتين علي has a lot of friends علي is lonely عايزين استخدم even though هيبقى even though علي has a lot of friends he is lonely even though علي has a lot of friends he is lonely لو خد بالك هتلاقي فيه قامة بعد ودي من الحاجات المهمة الترقيم برضو في الحاجات دي بيبقى مهمة جدا في الكتابة فeven though علي has a lot of friends he is lonely هي هنا بتعود على علي فمش شرط ان انا اضيف علي ثاني يعني بقى 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 ضمير يعود عليه أوكي فذا كان اول مثال طب لو عايزي استخدم despite بدل even though بسيطة جدا يا مفاش مشكلة هنشيل even though ينحط despite وبعدين اللي بيجي بعدها الverbs of ing الرب بتاع الجملة هنا ايه has طب الverbs of ing hasing لا نضيف ing للمصدر تبقى having يبقى despite having a lot of friends, علي is lonely. طيب ليه أنا ما قلتش he is lonely؟ لأن أنا ما عرفتش أصلاً يعني علي لم يذكر في الجملة الأولانية. فبالتالي مش معروف بالنسبة لي. فبجيبه باسمه. اوكي؟ despite having a lot of friends, علي is lonely. الحاجات دي على فكرة تتعوي علي جداً من الحاجات اللذيذة اللذي يعني حاجة كده زي game بتلعبها كده بتشيل دي وتحط دي وتغير الجملة. فحاجة لذيذة جداً يعني. المثال الثاني he is rich, he is humble. دول جملتين عايزين نستخدم though. طيب هو الحل بتاعها. though he is rich, he is humble. طبعاً بناخد بالنا من القمة. طيب هلنأ ينفع نقول though he is humble, he is rich؟ طيب ندرس الحالة دي. though he is rich, he is humble. دي الحالة الأولانية اللذي احنا قلنا عليها. ترجمتها ايه؟ بالرغم من أنه هو غني مفروض في حاجة مخالفة للنتيجة المنطقية للجملة الأولانية. فبالرغم من كونه غني أو بالرغم من أنه هو غني هو متواضع. فجملة لها معنى ومنطقية جداً. ولكن لو قلت though he is humble, he is rich. هيبقى ترجمتها بالرغم من أنه هو متواضع هو غني. doesn't make any sense to me. فحاول تحس بالجملة أو حاول تترجم الجملة وتشوفها تتذوقها كده يعني ما عليش يعني حاول تحس بالجملة كده جملة مش مظبوطة كده. لكن الجملة الأولانية though he is rich, he is humble. makes sense. الجملة الثالثة despite the danger he was very calm. يعني على الرغم من الخطر despite the danger he was calm. هو كان هادي. طبيعاً أنت في وقت الخطر بتبقى متوطر وبتبقى خايف وبتبقى الآن. ولكن الغير طبيعي أو المنافي لوضع الخطر ده أن أنت تكون calm أو هادي. فبالتالي على الرغم من الخطر هو كان هادي. makes sense. طيب لو عايز أستخدم even though. طبعاً زي ما قلنا أنت عارف أن even though اللي يجي بعدها جملة. أوكي فبنشيل despite وبنحط even though. طيب the danger بقى هنحولها الجملة إزاي؟ لو ترجمنا الجملة باللغة العربية بالرغم من الخطر هو كان هادي. طب لو عايزين نخلي الخطر دي جملة. نخليها إزاي؟ بالرغم من إننا وجهنا الخطر أو بالرغم من إننا كنا في خطر هو كان هادي. أو بالرغم إن هو كان في خطر هو كان هادي. أوكي؟ الموضوع في تشغيل دماغ سنة بسيطة خالص ولكن الموضوع ممتع فهتقول Even though we were in danger. He was very calm. Even though we were in danger. He was very calm. أو Even though he was in danger. He was very calm. فالموضوع بيحتاج شوية زي مترك دعا. المثال الرابع معنا. In spite of studying hard she didn't pass the exam. In spite of studying hard she didn't pass the exam. يعني على الرغم من المذاكرة الكتير هي ما عددش الامتحان. أو هي سقطت في الامتحان. طيب هل despite والذوء والكلام ده كله لازم يجوا في أول الجملة؟ يعني هل هي قاعدة أن هما يجوا في أول الجملة؟ لا ممكن يجوا في نص الجملة عادي جدا. يعني ممكن تقول She didn't pass the exam despite studying hard. She didn't pass the exam despite studying hard. أو She didn't pass the exam in spite of studying hard. She didn't pass the exam in spite of studying hard. هي ما عددش الامتحان بالرغم من المذاكرة الكتير. يريد ناخد بالنا من علامات التركيم. يعني لو despite أو الظوء والكلام ده كله جيه في أول الجملة بناخد قاما ما بين الجملتين. ولكن لو جيت في نص الجملة ما بنحطش القاما. بتفرق لو أنت بتكتب بارغراف أو essay في المتحان فالحاجات ديت بيبقى عليها درجات على ما أطقت. المثال الخامس Despite the rain, we enjoyed playing football. Despite the rain, we enjoyed playing football. يعني بالرغم من المطر إحنا استمتعنا بلعب الكرة. يعني حكتم متضضين أن الدنيا ما بتشتي الدنيا ما بتبقاش مهيئة لعب الكرة ولكن بالرغم من الدنيا بتشتي هما لعب وكرة. نقدر نستخدم although بدل despite. هديك مثلا خمس سوء نتفكر في الموضوع. طيب the rain بالرغم من المطر هما استمتعهم بلعب الكرة. يبقى بالرغم من أن الدنيا كانت بتمطر هما استمتعهم بلعب الكرة. أو إحنا استمتعنا بلعب الكرة عن اللي هي we. فهتقول although it was raining we enjoyed playing football. although it was raining we enjoyed playing football. يعني بالرغم من أن الدنيا it. دنيا أو إن كان فيه مطر it was raining. إن هي كانت بتمطر. إحنا استمتعنا بلعب الكرة. آخر مثال علشان حاسس إن أنا طولت قوي في الفيديو ده. ولكن كتر الأمثالة في الحاجات دي بالذات بيسهل الموضوع جدا يعني. فأعذرني لو أنا طولت في الفيديو ده. آخر مثال. Even though I am an engineer I make YouTube videos. Even though I am an engineer I make YouTube videos. يعني بالرغم من أن أنا مهندس أنا بعمل فيديوهات اليوتيوب. لو عايز أستخدم despite من غير ما اضطر أن أنا give noun أو أن أنا give verbs at ing. أعمل إيه؟ طبعا موضوع سهل لو أتحولها ب ing. الفعل اللي عندك هنا اللي هو am. فالverbs at ing. am مفيش حاجة اسمها aming. ولكن ال ing بنضيفها للمصدر بتاع الفعل اللي هو verb to be. اللي هو being. فنفروض تقول despite being an engineer I make YouTube videos. ولكن لو عايزين ما نتشغلش دماغنا أو نتعبش دماغنا بالموضوع ده. وفيه shortcut للموضوع ده. نستخدم the fact that ورا despite على طول. يعني هتقول despite the fact that I am an engineer I make YouTube videos. ما بتغيرش حاجة خلص في الجملة بتقوم حاشر كده the fact that بعد despite وتحط الكلام زي ما هو بالضبط. يعني لو الجملة عندك although although أو even though I am an engineer I make YouTube videos. هتحط despite the fact that وزي الجملة بالضبط. I am an engineer I make YouTube videos. أو in spite of the fact that I am an engineer I make YouTube videos. فالموضوع ديت the fact that ممكن تحطها كده. وتستعيد عن ان انت تفكر في النوان أو ان انت تجيب ال verb zing. ده كان درس النهار ده. اتمنى انت مكونش زهقت. يعني انا تعبت اصلا يعني بالدرس ده. فهو حاجة لزيزة جدا بتاخدك لليفل ثاني في الانجليزي انك بتستخدم بقى connectors. وبنتستخدم linking words. بتدمج الجمل مع بعضها. فبتخلي ان فيه ثلاثة في الحديث بتاعك. او ان تخلي فيه تشنوع من التشويق في كلامك. انك بستخدم على الرغم من كذا. فالناس منتظروا بقى ايه بقى اللي بعد كده. فالموضوع مفيد جدا في الكتابة زي ما قلت. او انت بتخش نتحان i-lets او توفل او انت بتعمل presentation بالانجليز. فالموضوع بيبقى احسن بكتير. فتلخص الموضوع بسرعة قوي كده. although though even though كلهم بمعنى بالرغم من. اللي بيجي بعدهم جملة مكونة من فاعل وفعل جملة. despite and despite of اللي بيجي بعدهم noun أو verbs zing. وممكن نلف حول الموضوع ده ان احنا بستخدم the fact that. اللي هي despite or despite of the fact that. وبعدها نجيب جملة عادي. وكالعادي نساش تحل الكوز اللي تحت الفيديو. فاكرة الكوتر كوتر كوتر عن النهاردة قصير جدا. مش هكلم عنه كتير علشان ما نزورش وقت الفيديو اكتر من كده. الكوتر عن النهاردة لنيلسون ماندلا. طبعا مش محتاجة اقول مين هو نيلسون ماندلا. نيلسون ماندلا بيقول it always seems impossible until it's done. it always seems impossible until it's done. يعني دايما الحاجة بتبني انها مستحيلة لحد ما حد يعملها او لحد ما تتعمل. يعني كان مستحيل ان احنا نطير. وبعدين لحد ما الاخوين رأي يتعملوا الطيارة كان مستحيل ان احنا نروح الامر مثلا لحد ما نيل ارمسرونج عمل هبوطه على الامر. مستحيل ان احنا نروح المريخ مثلا. عام ايلون ماسك عمل رحلة للمريخ دلوقتي وطلع في دماغه ان احنا نعيش على المريخ. يعني اي حاجة غريبة بتبني انها مستحيلة او بتبدو انها مستحيلة. حد بيعملها لحد ما بتبقاش مستحيلة. حاول تقلل كلمة impossible في القموس بتاعك. يعني متحاولش تستخدمها كتير يعني. مين عارف لربما في يوم الايام تحقق المستحيل اللي انت كنت تشايفه مستحيل قبل كده. فدعك الدرس النهاردة. اتمنى كنت استمتعتي بالدرس لو عاجبك الفيديو لايك سبسكرايب. لو مكشلس اعمال سبسكرايب وشير لي الفيديو. وصيب لي نرايك في كومنت. بس سلام عليكم.